بمناسبة فيلمك قامنا عن حالة الطقس لو تكلمنا بقى عن كواليسه أبرز الناس المشاركة فيه هو الفيلم ده يعني كواليسه كانت صعبة شوية لأنه هو فيلم مستقل ما فيهش منتج يعني فيلم طويل أنا بعمل أفلام كنت قصيرة اللي هي بنصور خمس تيام أو بالكتير قوي عشر تيام لكن الفيلم ده كان أربعة واربعين يوم تصوير من غير إنتاج هل بزي من غير إنتاج يعني توضح لنا الحتة دي من غير إنتاج يعني أنا البنتج وطبعا ما عنيش منتج فطبعا الحاجات بنستغنى عن حاجات يعني ففي الآخر بنعمل المنمم بس اللي هو برضو بيبقى بطلوع الروح فكت حاجة متعبة جدا لأن المنتج طبعا دوره مش بس فلوس المنتج تنظيم وتوجيه وحاجات كتيرة جدا لما مش موجود حتى لو الواحد معايا مليون جنيه بيبقى الواحد تايه يعني تحتاج إرشاد يعني بالزبط فلكن أنا الفيلم ده معايا فيه ناس كتيرة جدا أنا تعلمت على قديهم زي مثلا الفنانة حنان يوسف والفنانة حسن الجريكلي اللي هو مخرج ومؤسس فرقة الورشة المسرحية والفنانة فريدة الجريدي والفنانة أسر البدراوي إلى جانب ضيوف شرف زي الفنانة ريهام عبدالغفور والفنان خيري بشارة وصراء جبيل وعدد كبير من الوجوه الجديدة فأنا يعني الفيلم ده كان ناس كتير جدا حتى اللي عمل مشهد واحد كان بيتعامل إن ده ابنه فبليه ده أول فيلم طويل ليك يعني إنت ليك أفلام قصيرة كتير قوي فليه التأخير ده والله مش عارف يعني كانت عجباني للحتة بتاعت الأفلام القصيرة وكانت الأفكار اللي كانت بتجيلي كانت ما ينفعش تتمطل أكتر من كده يعني بس حتى الفيلم ده لما فكرت فيه في الأول كنت فاكر إنه هو يطلع فيلم قصير بس لقيته طول لقيته طول أكتب 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 وفعلا ما كانش ينفع يطلع عغير كده يعني بس السينما المستقلة شايفها إلى أين آه هي السينما مستقلة بالذات في الشرق الأوسط يعني بتمر بالظروف وحشة قوي يعني لأن طول وقت بيحصل يعني تديق عليها قوانين تتغير أو حاجات يعني في الآخر ما هيش صحبة الشباب الصغير يعني أنا بالنسبة لي ممكن أكون مش مقياس قوي لكن فينا شباب بقى الصغيرين اللي لسه طالعين دول فعلا بيتعابوا قوي إيه التحديات اللي بتقبلها؟ بيقابلوا مثلا حاجات مثلا زي تصريح زي الفلوس نفسها يعني حاجات اللي هي الحاجات غالية التصوير اللي هي بتبقى أورادي صعبة على المؤسسات الانتاجية الكبرى فعما بالك بقى بشباب بالزبط فكرة أن الناس مش كل الناس طبعا فيه ناس بتساعد زي الناس اللي اشتغلت معاهم بس فيه ناس بتتعامل مع الشاب المستقل ولد مثلا لسه متخرج مع هذا السينما عنده عشرين سنة أو واحد وعشرين سنة يتعاملوا معاه لأنه هو واحد عادي يتعاملوا معاه بنفس السعر السوق يعني فطبعا فيه شباب كتير بيجي لهم إحباطوا ويبطلوا الشغلين أصلا لأن كمية الناس اللي عايزة تخرج أو عايزة تمثل أو عايزة تعمل فن كتيرة جدا بس هي الفكرة أنه لازم الناس تبقى بتساعدهم أنه هم طب أنت الفيلم اللي قدمت للناس كان أوقات فراغ فكلمنا كده عنه وعايزين كده نعرض ماتيري لي أهو معنا